يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بكون معاكم إيمان مختار كل أسبوع كل يوم اتنين الساعة سبعة بالدقيقة بكون معاكم على شاشة القناة الأولى وطبعا بتكلم في موضوع شغلنا وشغلكم ممكن تكون مشكلة عائلية ممكن تكون مشكلة نفسية ممكن تكون إحنا عايزين نعرف إحنا عايزين إيه من الحياة موضوعنا النهاردة مهم جدا وموضوع شغل الرجالة قبل الستات إزاي تفهم الست سؤال صعب جدا إزاي أنت كراجل تفهم الست اللي معاك أنا عارفة أن الموضوع محير وموضوع صعب لأن دايما الرجالة عندهم حيرة وتشتت مش قادر يفهم الست دي عايزة إيه مش قادر يوصل لدماغ الست اللي معاها هي عايزة إيد الوقتي مني تلاقي دايما مشكلة يقولك إيه يعني إنتي عايزة إيد الوقتي عارفين نرجع لفيلم محمود عبدالعزيز الشقة من حق الزوجة فاكرين المشاهد ده لما لا يعني إنتي حايزة إيه دلوقتي قلت له طلقني يعني لو طلقتك دلوقتي إنتي هترتاحي قالت له آه قالت له أنت رح أنت طالق والفيلم كله مشاكل وعيات بسبب كلمة أنت طالق معناها هي أصلا ما كانتش عايزة تطلق فمن هنا بقى يعني شوفوا من قديم الأزل والدراما والسينما وهي دايما بتحاول توصل لدماغ الست إنتي عايزة إيه وبصراحة من أبرز الكتاب اللي كتبوا عن الست وعن المرأة عموما كويس جدا واللي أنا يعني لما بقرأ كتاباته أنا بروح بروح وأقول إزاي الراجل ده فاهمنا أوي كده يعني من أكبر الكتاب بالنسبة لي أنا إراية أحب أقرأله جدا وطبعا الكاتب العظيم أنيس منصور أنيس منصور يعني حقيقي تحس أنه اخترق اخترق دماغنا وعايش مع أحاسيس الستات وعرف يعكس قد إيه الست بكل تطورات شخصياتها وحياتها ومس نقط مهمة جدا ويمكن مركزية جدا في شخصية الستات رجالة كتير مش قادرة تفهم ولا توصل لده يمكن لو قروا شوية كتب لأنيس منصورة هيقدر يفهم الست الرجالة اللي بتشتكي إنه مش قادرين يفهموا الستات حلقاتنا النهاردة هنفتش وندور ونعيش جوه نفسية الست هي بتحس بإيه بتشعر بإيه انفعلتها عصبية هدية محبة جحدة إيه دي يعني الستات يا جماعة توليفة عمرك ما تقول أنا الستات لا ده أنا فهمهم ده أنا أكتر واحدة أفتعمل معاهم يبقى مش فهم حاجة خالص يعني مثلا تلاقي الست فرحانة وبعد شوية متضايقة يجي الراجل يسألها طب مالك فيك إيه تقوله مفيش يا ستي مالك أبوس إيدك فيك إيه مفيش وبعدين هي بقى بينها بين العقل الباطن بقى إيه مفوض يفهم لوحده مفوض يحس بي الاهتمام ما بيتطلبش يسيبها ويمشي تزعل طب يقعد جنبها ويزن ويفضل يتحايل يا ستي مالك طب عشان خاطر طب قوليلي طب مالك فيك إيه لأ أنت متغيرة فيبقى الراجل يجيش تكي يقولك إيه طب هي لما بتبقى زعلانة أسيبها وامشي تهدى تزعل طب أفضل لازن تمسك برأيها أكتر وتقفش أكتر وتعند أكتر اللي ما يعرفوش بقى رجالة كتير إن إحنا أصلا كستات أصلا أصلا ساعة ما بنفهمش نفسين مش هقول بقى إحنا مش فاهمين ساعات فعلا أنا كست بوصل مرحلة هو أنا هو أنا بعمل كده ليه هو أنا عايزة إيه طب أنا بتعلا نقصد إن أنا الكلام اللي بقوله ده ساعات كتير على فكرة بجد بأمانة وبصراحة إحنا كستات بنقول كلام بنبقى عايزين عكسه يعني أنا ما قوله لو سمح سيبني دلوقتي أنا مش طيقة شوف وشك دلوقتي سيبني ويمشي لو فتح باب الشقة ومشي أزعل وتقهر وبعد كده بس أنا تيجي مامتها تيجي تسألها تقولها طب يا بنتي بنتي اللي قلتيله ويمشي لا بس برضو بمفروض يقعد وما يسيبنيش وانا زعلانة طب ما إذا كنا إحنا إحنا مش فاهمين نفسنا الرجالة بقى تعمل إيه هيكون معانا في الستوديو الكاتب والسيناريست محمد إسماعيل أمين وهو كاتب مسلسل راجل وست ستات جمع زي الراجل وست ستات دي وطبعا كل ست ليها شخصية فهنفهم منه أكتر كمان كان كاتب مسلسل تامر وشوقية وسلسل جميل كوميدي وفيه بقى الست ومشاكلها والراجل واللي هيتجنب من مراته مش فاهمين منها حاجة وكمان كاتب مسلسل الباب في الباب وفيه مسلسل كمان كان عجبني جدا ستات قدرة حتى اسمه كده عجبني وغيره وغيره من الأعمال السينبائية